السلام عليكم اليوم سنقوم بزراعة الدراق بهذه الطريقة الاحترافية وهذه الطريقة لا تكلفك الكثير من الجهد ولا الكثير من المال وهذه الطريقة تحتاج منك اخذ حبة من شجرة الدراق الموجودة في حديقتي واذا كنت لا تتوفر عن حبات الدراق في منزلي فقم بشرائها من عند بائع الفاكهة ثم قم بزراعتها بهذه الطريقة التي قمت بها في هذا الفيديو واذا اردت ان تنجح لك هذه الزراعة مئة في المئة فما عليك سوى تبا هذه الخطوات التي قمت بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة اذا مشاهدنا الكرام قبل بداية الفيديو لا تنسى لايك ومتابعنا نستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة وغدا باذن الله سوف نقوم بانزال فيديو جديد حول زراعة الفلفل الحار وكل يوم على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والتونس والجزائر وعلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية فيديو جديد عن زراعة جديدة اذا متابعنا الكرام اودوا الان ان اعرف من اين تتابعون اخوكم عبد المولى العماري ومن اين تتابعون تعليم الزراعة فارمينك ايديكيشن وبهذه المناسبة اودوا ان اقول لكم نحن متواجدون على جميع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام وتشيك توك والان وكما تشاهدون في الصورة امامكم وصلنا الى مرحلة وضع البودور في التربة وانا الان قمت بزراعة اربع بودور وعندما تنبت فسوف اقوم بتحويلها الى سطح الارض مباشر والان الخطوة المولية وهي وضع التربة فوق البودور لتغطيتها اما بالنسبة للخطوة المولية وهي السقي يجب السقي بهذه الطريقة حتى لا يتم اتلاف البودور وانا الان قمت بنشر هذه الزراعة معكم لانني جربتوها السنة الماضية وكانت ناجحة منها في المئة واود منكم ان يصل هذا الفيديو لخمسون الف لايك وعشر الاف تعليق جميل منكم وانا الان اود ان اعلم ما هي الزراعات التي تريدونني ان اقوم بها وبناء على تعليقاتكم وكل يوم ساقوم بانزال فيديو جديد حول زراعة معينة فانا في حديقتي اتوفر عن جميع الاشجار المتميرة وعن جميع انواع البودور وكذلك سنقوم بفيديوهات جديدة حول الترغيد الهوائي وايضا زراعة الاشجار المتميرة عن طريق العقل اذا متابين للكرامات اتفضلون ان انشر لكم في الفيديو المقبل بال هل انشر لكم طريقة الزراعية عن طريق الترغيد الهوائي او عن طريق البودور او عن طريق العقل ما هي الطريقة التي تفضلوا وكما قلت سابقا بناء على تعليقاتكم فسوف اقوم بانزال فيديو جديد وزراعة جديدة والان قد وصلنا الى نهاية الفيديو فلا تنسى متابعة للصفحة والايك والشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة